غرض الله هو الحياة قد جعلته قدامك الحياة والموت فاختر الحياة لكي تحيى أنت ونسلك من بعدك فإرادة الله للإنسان أن يكون سعيد إرادة الله للإنسان فعلا أن يعيش حياة مطمئنة هادئة بسلام يمتلئ بحضور الله ويمتلئ بمحبة الله والغرض من هذه الحلقة نحن نشاهد شاشات التلفزيون ونسمع عن طريق وسائل الأخبار عن أحداث قتل وأحداث عنف بسبب الكراهية بسبب أن هذا الشخص يكره لا يوجد أي سبب آخر بسبب الكراهية وطبعا لازم يلاقي كبش الفداء يبررها بشكل ديني يعني فيه كتير أخبار عم نسمعها في هذه الأيام فمثلا نسمع عن كاهن كنيسة مار جرجس في العريش قتل برصاص مجهولين وهذا الكاهن كان عمره سبعين سنة سبعين سنة قتل بدون رحمة بدون رأفة في أحد المتاجر ترجمة نانسي قنقر